الكلام ينطبق على ملف يعني أبطال الرياضة من زوي الهمم الملف ده دايما حاضر معنا وحضراتكم أكيد لما بتتبعونا هتلاقوا أن احنا على الأقل يوم أو يوم لأ لازم يكون معنا نموذج مشرف لشاب أو لشابة من المصريين الأبطال اللي بيتحدوا ظروف كتيرة جدا جدا ومع ذلك مش بس فازوا بالتحدي ده فازوا بالتحدي وحققوا نجاحات مدوية في دنيا الرياضة احنا بنتكلم على أبطال محققين مراكز على المستوى العالمي في رياضات مختلفة طبعا عايزين نقول مبروك للعيب سباحة النادي الأهلي من أصحاب الهمم اللي تمكنوا من حصد خمسين ميدالية متنوعة بواقع أربعة وثلاثين ميدالية ذهبية تمان ميداليات فضية وتمانية ميداليات برونزية في بطولة كأس مصر التابعة للاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الزهنية اللي أقيمت في نادي 6 أكتوبر خلال الفترة من أربعة إلى ستة إبريل الجاري طبعا بخيادة كابتن العجمي محمد رئيس الجهاز دكتور محمد فتحي المدير الفني وكابتن محمود فؤاد المدير الإداري مبارح بعد البطولة الكل راح احتفل فيه أهلي الشيخ زايد وطبعا بنقول لهم مرة تانية ألف مبروك